موسيقى طبط بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام هذه نشرة مفصلة لآخر أهم الأنباء دائما من الميادين وفيها إضراب عام في طباص غدا تستشهاد شاب برصاص الاحتلال والمقاومة تتصدى وتتوعد ونتنياهو يعلن التواصل لتفاق لتأليف الحكومة قبل دقائق من نهاية المهلة القانونية خلال استقباله زلينسكي بايدن يعلن تزويد كييف بمنظومة باتريوت والرئيس الأوكراني يقول أمام الكونغرس المساعدة الأمريكية لن استثمار في الأمن العالمي البحريتان الروسية والصينية تواصلان مناوراتهما المشتركة في إطار الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نيوزويك تكشف أن واشنطن عدلت عقيدتها العسكرية إسرائيل شريك عسكري كامل في التخطيط ضد إيران وإعاقة الزحف الروسي والصيني في المنطقة مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولي للميادين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعرقل جهود إنهاء الأزمة السورية وتواصل نهب ثروات البلاد الوفد العمني يواصل زيارته إلى صنعاء وعبد السلام يؤكد أن المباحثات تتناول إنهاء العدوان ورفع الحصار كشرطين أساسيين للسلام أهلا ومرحبا بكم إذن يسود الحداد العام والإضراب الشامل مدينة طوباص في الضفة الغربية حدادا على الشهيد أحمد عاطف دراغمة الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اعتداءاته في نابلوس فجر اليوم وكان 22 شابا قد أصيبوا أيضا بهذه الاعتداءات في المنطقة الشرقية لمدينة نابلوس وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن بين الجرحة ثلاثة إصابات بالرصاص الحي منها اثنتان خطرتان وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف المقاومة ردت على اعتداءات الاحتلال في نابلوس وقد أطلق شبانها النيران باتجاه قواته خلال انسحابها من المنطقة الشرقية لنابلوس كما أطلق مقاومون النار باتجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطا شرق نابلوس واستهدف مقاومون كذلك النقطة العسكرية التابعة للاحتلال على جبلي جرزين في نابلوس فيما أعلنت مجموعة عرين الأسود أن مجموعاتها تصدت لهذه القوات بصليات من الرصاص وبالعبوات المحلية الصنق في هذه الأثناء يشيع الفلسطينيون اليوم شهيد دراغمة الذي يبلغ من العمر 23 عاما والذي ارتقى برصاص الاحتلال الذي أصابه في الظهر في مدينة جبل النار وكان جثمان الشهيد قد نقل إلى أحد مشافي طباس حيث جرى وداع مؤثر من قبل والديه وأصدقاءه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما يرحمون تجزر الإشارة إلى أن الشهيدة كان لعب كرة قدم في أحد نوادي تول كرم وقد تناقلت مواقع تواصل مشاهد لأحدى المباريات التي ظهر فيها لاعبا وهدافا هذا وقد ارتقى الشهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال قبر يوسف في نابلس لتأمين اقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين للمقام حيث أدوا تقوسهم منتهكين حرمة المكان بالتزامن واصلت قوات الاحتلال حملات اعتقالاتها ومداهماتها الواسعة في عدد من مناطق الضفة بينها بيت لحم حيث تصدى لها الفلسطينيون في قرية حسان غرب المدينة هذا فيما فجر شبان قنبلة محلية الصنع أمام جنود الاحتلال بشكل مباشر في بيت لحم ما أثار رعب هؤلاء الجهود على خط آخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بن يمين نتنياهو توصله لاتفاق لتأليف الحكومة وذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية الأخيرة لذلك نتنياهو اتصل بالرئيس الإسرائيلي وأبلغه نجاحه في مهمة تأليف حكومة بعد ثمانية وثلاثين يوما من تكليفه فيما بيّنت وسائل أعلام إسرائيلية نتنياهو يعتزم التلاعب في الموعد المبدئي لعرض الحكومة على الكنيسة والمفترض أنه يوم الأربعاء المقبل أردت أن أبلغكم أنه بفضل الدعم الجماهيري الهائل الذي تلقينه في الانتخابات تمكنت من تأليف حكومة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل وبالطبع أنوي تشكيلها في أقرب وقت ممكن ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام إذن ناصر حالة من الحزن والغضب أيضا تعم مناطق الدفة الغربية عقب استشهاد هذا الشاب ابن الثلاثة والعشرين عاما أسألك كيف هي الأجواء وخصوصا في توباص صباح الخير مايا دانا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد جتاية عملية قتل لعب كرة القدم النجم الشهيد أحمد عاطف ضراغمة وطالب الفيفا بالتحقيق في هذا الأمر وبالتأكيد الأمر صادم للفلسطينيين خصوصا إذا نعرف أنه منذ بداية المونديال في قطر وحتى اللحظة استشهد نحو أربعين شابا فلسطينيا وكرر مرة أخرى فقط في فترة المونديال بقطر قل من شهر هناك أربعين شهيد فلسطيني من بينهم كمان ولاحظ لاعبي كرة قدم وشبان لم يبلغوا بعد سن الرشد الصورة تأخذ ملامح كاملة الاحتلال يريد اجتياح الضفة الغربية كل يوم وكل دقيقة أصبحت الضفة الغربية بالنسبة له مثل جنوب لبنان ومثل قطاع غزة إذا أراد أن يدخل أي قرية أي بلد أي مدينة وكأنما يدخل معركة هناك وهذا ما يريده الفلسطينيون هذا ما تريده المقاومة هذا ما أرادته عرين الأسود في نابلس وكتيبة بلاطة وطبعا الوضع رغم الإصابات ورغم الشهيد والإصابات الخطرة لكن هذا ما ثبته الفلسطينيون بالدم ودفعوا ضريبة الدم ثمنا له أن الضفة الغربية باتت عصية على الاحتلال يدخلها بالطيران يدخلها بالطيرات المسيرة قبر يوسف تم اقتحمه بسبعين آلية مصفحة هذا ما يستطل لكن أن يدخلوها عادي هذا لم يعد بمستطاع الاحتلال الأجواء متوترة خطيرة وخصوصا مع تشكيل نتنياهو لحكومته التي من الواضح أنها ستقوم بتوسيع دائرة الصراع ليس فقط في الضفة الغربية بما أنك عزيت على ذكر تشكيل نتنياهو لحكومته زميلي ناصر أسألك هل من تفاصيل حول هذا الأمر علما بأن نتنياهو استنزف كل الوقت حتى الدقائق الأخيرة وهناك ما يقول بأنه يريد التلاعب في الوقت المحدد لعرض الحكومة على الكينيست نتنياهو شكل حكومة سنسمع هذا المصطلح في السنوات القادمة يقول معارض نتنياهو أن حكومة هلخاء يعني فتوى حخماتية دينية وبالتالي هذا بالنسبة للعلمانيين خطر على إسرائيل وجودها ويستفز يهود العالم إقامة حكومة هلخاء أو فتوى حخماتية بمعنى أنه باع نفسه بالكامل للمتدينين وللمستوطنين وللأرهابيين يهود من أجل أن يعود رئيس وزراء تنازل عن كل شيء لذلك كان هو قلق حتى آخر نص عالآن يحاول إخراج سينمائي لينفي هذه التهمة لكنها لا ثقبه حكومة من هذا النوع هي حكومة ثيقراطية حكومة حكم ديني نابع من متطرفين وبالتالي سيضع إسرائيل في المحافل الدولية في أسوأ مكانه وسيضع الفلسطينيين في خط مواجهة مباشر كل يوم وكل ساعة أشكرك أزامي الناصر اللحم مدير مكتب الميادين كنت معنا من بيت لحم في ملف الأسرة كشفت هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين أن الأسرة يتعرضون للضرب الهمجي والشتائم المؤذية وذكرت في تقرير لها أن أسيرين شقيقين تعرضا لللكمات على الوجه والضرب على الرأس بفوهات البنادق فيما تعرض أسير آخر للضرب المبرح أثناء اعتقاله بعد اقتحام منزله وتكسيره وتخريبه كما ذكر التقرير أنه أثناء اعتقال شاب في الخليل أخبر جنود الاحتلال أنه أجرى عملية في عينه اليسرى فقام أحدهم بضربه على هذه العين واقتيد إلى الاعتقال الإداري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لبناء مجمعات ديبلوماسية للسفارة الأمريكية في القدس على أراضي فلسطينيين المشروع يخرق القانون الدولي والقرارات الخاصة بالقدس كمدينة محتلة كل التفاصيل مع الزميلة هناء محميد لم يقف تكريس الاحتلال في القدس عند الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عام 2018 بل إن إدارة بايدن تسير على الخطى نفسها وتخطط لإقامة مجمع أو اثنين للسفارة على أراضي لاجئين فلسطينيين بعضهم يعيش في القدس والبعض الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل جنسيتها بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سنه الاحتلال بعد عامين من النكبة يعد المهجر اللاجئ الفلسطيني غائباً حتى وإن كان لا يزال يعيش في وطنه وبهذه الأدات القانونية السياسية استولت إسرائيل على أملاك وأراضي اللاجئين والوقف الإسلامي كذلك عائلة قليبو واحدة من سلسلة ورثة مقدسيين لوقف الشيخ محمد الخليلي حيث يخطط لإقامة المجمع الدبلوماسي جنوب غرب القدس أولاً هذه أرض وقف الوقف لا يجوز أنه الاستلاء عليه أن أمريكا توافق مع إسرائيل على سلبنا حقوقنا هذا موقف دائماً أمريكا اتجاهنا هذه أرض الأجداد وأنا هذه أرض جدي وأبوي دائماً كان يحكي لنا عنها حتى مطلع الشهر المقبل يمكن تقديم الاعتراضات على المشروع لدى اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط مسار قانوني يقوده مركز عدالة بتمثيل الورثة كذلك أمام الإدارة الأمريكية وقد توصل إلى مستندات تاريخية تثبت الملكية الفلسطينية للأرض هذه الأرض اللي هي حوالي 32-33 دونوم ومسجلة بالتسجيل الأراضي الإسرائيلية كملك للحكومة البريطانية مع أنه هي طبعاً كانت مصادرة بالتالي لازم يكون في اتفاق بين بريطانيا وأمريكا أنه أمريكا تبني فيها وطبعاً مع إسرائيل توافق بشكل لا يقبل التأويل تخرق الولايات المتحدة بمشروعها هذا القانون والقرارات الدولية بما يخص القدس كمدينة محتلة كما أنها بذلك تتجاوز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي وقعت عليه هنأم حميد القدس المحتلة الميادين في النفذة على الجيش الإسرائيلي اليوم ظاهرة صرقة أسلحة وذخائر من مخازن جيش الاحتلال تتنامى وقد أعربت أوصات إسرائيلية عن بالغ خلقها من عجز الجيش عن حماية قواعده ومخازنه من الصرقة وطرحت أسئلة بشأن عكاسات هذه الظاهرة وجدوى الأموال الضخمة التي خصصها الجيش لهذه الغاية هاني فحص اخر الفضائح التي تحرج الجيش الإسرائيلي وتثير قلقا بالغا لدى أوصات المراقبين والخبراء تتمثل في تنامي ظاهرة صرقة أسلحة وذخائر من مخازن وقواعد الجيش الإسرائيلي وعجز الأخير عن إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة الأخذ بالتوسع هذه الظاهرة فضيعة ومخيفة ولا يمكن وقفها وهي ببساطة فضيحة لا مثيل لها منذ سنوات وهم يسرقون سلاحا وذخيرة والجمهور يعرف فقط جزءا صغيرا مما يجري حادثة صرقة السلاح من قاعدة الجيش في الشمال هي سلسلة من الإخفاقات والفشل الجيش الإسرائيلي أنفق الملايين على الحماية في السنوات الأخيرة ما يجري من سرقات حول الجيش الإسرائيلي إلى مهزلة وما يثير الغرابة أكثر وحتى الشكوم برأي محللين هو مستوى استخفاف منظمات الجريمة الإسرائيلية بهيبة الجيش ومستوى حمايته مخازنه هذا مثال إضافي على كيفية حراستهم من جاءات عسكرية إذ أنه من بين كل الأماكن في إسرائيل اختارت منظمة إجرامية أن تخفي سيارتين مصروقتين مع لوحات مزورة في مخزن تابع من الجيش الإسرائيلي في الشمال توسع ظاهرة سرقة الأسلحة والذخائر من مخازن وقواعد الجيش الإسرائيلي هي ظاهرة خطيرة ومقلقة برأي خبراء لأنها تنطوي على مخاوف من وصول الأسلحة والذخائر المصروقة إلى مجموعات فلسطينية في الضفة الغربية فضلا عن منظمات الجريمة ولا سيما أن بعض هذه المصروقات تتضمن رشاشات وقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات رؤية ليلية ومتفجرات جرى بالفعل استخدام بعضها في عمليات فلسطينية في الداخل الإسرائيلي أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في فلسطين المحتلة إلى السفارة وفي كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو قال بوريك أن أحد القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تعلنه على الملأ بعد عفوا هو أنها سترفع مستوى تمثيل البلاد الرسمي في فلسطين من قائم بالأعمال حاليا إلى السفارة مشيرا إلى أن ذلك سيتم في عهد الحكومة الحالية واشدد الرئيس تشيلي على أن الفلسطينيين شعب موجود ويقاوم وله تاريخ والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تسعى إلى حرب عالمية ثالثة مع روسيا بايدن وعقب محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في البيت الأبيض أعرب عن استعداد زيلنسكي لسلام عادل مع روسيا ودع الرئيس الأوكراني في كلمة أمام الكونغرس الأمريكي دعا إلى منحه مزيدا من الأسلحة المتطورة والذخائر لمواجهة القوات الروسية من واشنطن محمد كريم والتفاصيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في واشنطن لعدة ساعات البداية كانت من البيت الأبيض بلقائه الرئيس بايدن وفريقه للأمن القومي بايدن حاول إظهار حرص إدارته على الالتزام تجاه كييف بإعلانه حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بنحو ملياري دولار تضمنت للمرة الأولى منظومة صواريخ باتريوت التي قد تدخل الحرب في مرحلة جديدة نحن نتشارك الرؤية ذاتها مع الرئيس زيلنسكي وهي أن أوكرانيا يجب أن تكون حرة ومستقلة وآمنة وحلفاؤنا الأوروبيون يعلمون أن من وصلحتهم مواصلة دعم أوكرانيا ولكنهم لا يريدون الحرب مع روسيا ولا يريدون حربا عالمية ثالثة يمكن تجنب ذلك من خلال التأكد من أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر بايدن جدد رفضه فكرة تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية وهو ما لم يتوافق مع رغبة زيلنسكي الذي أشار إلى أهمية وجود صيغة السلام المدعومة من واشنطن لكن من دون تقديم تنازلات السلام العادل هو مطلب مختلف لنا جميعا بالنسبة إليك رئيس فأن تحقيق السلام العادل يجب أن لا يتضمن تنازلات بشأن السيادة والحرية وسلامة أراضي بلدي وينبغي تعويض جميع الأضرار التي ألحقها العدوان الروسي وبدعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشار زيلنسكي في كلمة له أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة والذخائر متعاهدا بالتعامل بمسؤولية مع الأموال المقدمة إلى حكومته فيما يستعد الكونغرس للتصويت على الموازنة العامة للبلاد والتي تشمل مساعدات لأوكرانيا بـ 45 مليار دولار ويرى مراقبون أن هذه الزيارة غير المعلنة تهدف كذلك إلى تهيئة أجواء للمرحلة المقبلة قد تشمل تسويات بين الأطراف الملخرطين في الحرب في أوكرانيا محمد كريم واشنطن الميادين أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستبدأ قريبا تدريب القوات الأوكرانية على استخدام منظومات باتريوت وبحسب شبكة سي أن أن فإن المسؤول الأمريكي أكد أن واشنطن تتطلع إلى اختصار مدة التدريب الذي قد يستغرق عدة أشهر بسبب تعقيد المنظومة وأشار إلى أن البنتاجون يدرس خيارات متعددة بشأن مكان التدريب لافتا إلى أنه لا يعرف متى سيتم تسليم المنظومات لكييف أكد السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوفا أن زيارة زيلنسكي إلى واشنطن تدل على عدم الاستعداد للسلام وقال في بيان له أن أوكرانيا والولايات المتحدة تسعيان إلى الصراع ومقتل الجنود ومواصلة ربط النظام الأوكراني باحتياجات واشنطن واصفا ما يتم تداوله أن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام بالأقويل الكاذبة في خطاب ألقاه بعد ظهر أمس أمام قادة الجيش الروسي أكد الرئيس باديمير بوتين أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها بشكل كامل رغم وقوف إمكانيات حلف النيتو قاطبة ضد بلاده وشدد بوتين على ضرورة تجهيز القوات الروسية بأحدث الأجهزة العسكرية كما أعلن دخول صواريخ سارمات الخدمة في المستقبل القريب وخلال لقائه مع قادة وزارة الدفاع أصدر بوتين توجيهاته بدرورة تحليل أسلحة حلف النيتو فيما أكد أن موسكو ستواصل تطوير الاستعداد القتالي للقوات النووية من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول النيتو الرئيسية تقريبا تستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا إن جنودنا ورقباءنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات وينفذون بثقة المهام الموكلة إليهم خطوة خطوة ومن المؤكد أن هذه المهام ستنجز في جميع أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك الأراضي الجديدة سيتم ضمان الحياة الآمنة لجميع مواطنين القوات المسلحة الروسية وقدراتها القتالية تتزايد باستمرار وكل يوم من جهته أعلن وزير الدفاع سيرجي شويغو أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات لنظام القيادة والسيطرة العسكري الأوكراني وأشر في كلمته خلال اجتماع قادة وزارة الدفاع إلى أن الثالوث النووي الروسي يمتلك قدرة وجاهزية عاليتين بفضل تزويد هذه القوات بأسلحة جديدة بنسبة 91% ولفت إلى أن العملية العسكرية الخاصة أظهرت جاهزية العسكريين الروس لأصعب المهمات وأعرب عن قلق موسكو من زيادة الوجود العسكري على حدود الاتحاد الروسي الولايات المتحدة وحلفاؤها يمدون نظام كياث الأسلحة وهم يدربون الجنود ويقدمون المعلومات الاستخبارية وينفذون حرب المعلومات والعقوبات في كنون الثاني يناير ستدخل فرقاطة الأميرال كورتشكوف إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية تسيركون الثالوث النووي الروسي لديه جاهزية عالية بفضل تزويد القوات بأحدث الأسلحة والقوات النووية الاستراتيجية نجحت خلال التدريبات في تنفيذ ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي من العدو ميدانيا أفاد مراسل مادين في موسكو بإصابة رئيس حكومة جمهورية دونتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو والرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية ديمتري رغوزين بجروح طفيفة وذلك لدى سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من فندقهما في جنوب دونتسك وسائل علام روسية نقلت عن رغوزين قوله إن قذيفة مدفعية استهدفت الفندق وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها رغوزين خلال أسبوع إلى محاولة اغتيال بنيران القوات الأوكرانية إلى ذلك نقل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفداف رسالة من الرئيس بوتين إلى نظيره الصينيش جيم بينغ الذي استقبله في العاصمة بكين وناقشت طرفان الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات الصناعية والاقتصادية كما بحثا القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا ووصف مدفيد في المحادثات بأنها كانت مفيدة للغاية لقد بحثنا قضايا التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب روسيا الموحدة وبحثنا قضايا التعاون بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين ولسيما في مجال الاقتصاد والتعاون الصناعي وغيرهما كما بحثنا القضايا الدولية ومن بينها طبعا النزاع في أوكرانيا لقد كانت هذه المباحثات مفيدة للغاية بالتوازي بدأت البحريتان الروسية والصينية اليوم مناورات مشتركة تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي وقالت وزارة الدفاع الصينية ان التدريبات البحرية التي تجرى سنويا منذ عام 2012 تشمل اطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي واشرت الى ان الغرض الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة اسيا والمحيط الهادئ وزارة الدفاع الصينية كانت قد قالت ان المناورات تدل على تصميم الدولتين على الرد المشتركي على التهديدات التي قد تلحق بالان البحري اعلن الان بدء المناورة البحرية البحر المشترك 2022 ان الصين وروسيا هما اكبر جيران لبعضهما البعض واستمرت العلاقات الثنائية في التحسن بتوجيه من قادة البلدين واستمرت التبادلات العسكرية في التعمق مع تحقيق نتائج مثمرة خلال التدريبات المشتركة ستقوم السفن الصينية والروسية بعمليات سيطرة مشتركة ودفاع جوي وانقاذ وعمليات عسكرية اخرى كما سننظم تدريبات بالذخيرة الحية نحن مليئون بالروح والطاقة ونحن على ثقة بإتمام المهمة اعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد تسع وثلاثين طائرة وثلاثة سفن صينية قرب اراضيها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية واوضحت الوزارة في بيان لها ان سفن حربية وطائرات عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بينها مقاتلات حربية وطائرة من دون طيار وطائرتان للانذار المبكر وطائرة شحن اضافة الى طوافة خدمات واربع قاذفات النفاثة اقتربت من مضيق تايوان وقالت تايوان انها نشرت انظمة صواريخ مضادة للطائرات تحسبا لأي طارق ذكرت مجلة نيوزويك ان الادارة الامريكية ادخلت تعديلات على عقيدتها العسكرية تتضمن وجعل اسرائيل بمنزلة شريك كامل المواصفات والتخطيط لعمليات مقبلة ضد ايران المجلة اوضحت ان التعديل كان ثمرة اعادة تصويب الاولويات الامنية من الحرب على الارهاب الى نشوب حرب محتملة مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وايران وبحسب المجلة فان القيادة العسكرية توصلت الى انه بعد انتهاء الحرب في افغانستان والعراق واتفاقات ابراهام سنحت الفرصة لضم اسرائيل الى تحالف اقليمي جديد يمهد لاعداد الحرب مع ايران واعاقة زحف روسيا والصين في المنطقة بحسب تعبيرها في المقابل اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي ان اسرائيل ستندم اذا فكرت باي اعتداء ضد ايران وخلال جلسة للمجلس الاعلى للقيادة في الجيش قال الموسوي ان التهديدات الاسرائيلية فارغة فتل ابيب لن تكون قادرة على الوقوف ضد رد ايران الصاحق مؤكدا ان التحركات الاسرائيلية تحت المراقبة المستمرة والدقيقة وان الجيش الايراني على اتم الاستعداد للتعامل بسرعة وحسم مع اي عمل عدائي وزير الخارجي الايراني حسين امير عبداللهيان اتهم الولايات المتحدة بالتحايل والخداع فيما يتعلق بالمحادثات النووية والتناقض في تصريحاتها عبداللهيان وفي ختام زيارته للاردن حيث شارك في مؤتمر بغداد قال ان الجانب الامريكي يتصرف من منطق التحايل والخداع لكنه اعلن انه اذا جرت رعاية خطوط ايران الحمر فان طهران ستكون جاهزة لاتخاذ الخطوات النهائية من اجل التوصل الى اتفاق ومن جهة اخرى اعلن ان بلاده ترحب باستئناف العلاقات الطبيعية مع السعودية عندما تكون الاخيرة جاهزة لذلك والفتا عبداللهيان الى ان ايران لم تقطع العلاقات انما السعودية هي التي اقدمت على ذلك النشرة مستمرة ولكن فيها بعض الفاصل استراحة مائية لسانتا كلوز في ريو دي جنيرو قبل جولته حول العالم من جديد اهلا ومرحبا بكم نستأنف النشرة من العراق حيث استشهد ثلاثة جنود واصيب اثنان اخران بانفجار عبوة ناسفة في كاركوك مصدر النيون عراقي افد بان عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش في منطقة الزاب الاسفل قرب الحويجة في محافظة كاركوك زيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لمناطق سيطرة قوات قصد في شمال سوريا واجتماعه بمظلوم عبدي القائد العام لقصد برفقة القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا ماتيو مكفارلان جاء في اطار تأكيد دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لقصد في حربها ضد داعش فما هي الرسائل المتعددة التي حملتها هذه الزيارة؟ الإجابة مع عبدالله بدر رسائل للداخل والخارج حملتها زيارة رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى مناطق سيطرة قصد في سوريا ولقاؤه بالمسؤول العسكري العام مظلوم عبدي كان أبرزها إظهار مزيد من الاهتمام بالقضية الكردية ومزاحمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني على الانفراد بمنصة الدفاع عن حقوق الكرد ظهرت هذه المرة زيارة طالباني وهي تتناول أكثر الملفات حساسية ملف الأمن في العلن وبحضور قائد قوات التحالف الدولي من الرسائل الداخلية التي فهمت من هذه الخطوة وقوف رسمي ضد العمليات التركية واتهام أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحمله حزب طالباني مسؤولية التقصير في الدفاع عن المناطق المؤطرة بعنوان كردستان الكبرى كون الديمقراطي يشغل رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هناك نجل جلال طالباني وارث عن أبيه نضاله الطويل منذ أن حمل البندقية في أعالي الجبال وحتى رحيله وهو رئيس للجمهورية التي كان يحلم بأن يراها حيث يتشارك فيها القرار مع باقي المكونات بكون ذلك مكسبا واقعيا قابلا للتحقق من جهة وضامنا لحقوق الكرد العراقيين من جهة أخرى حصل ذلك في نقطة التقاء مصالح الحزبين في فترة سابقة هكذا يرى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خاصة بعد أن تمدد الحزب الديمقراطي تجاه منصبي الرئاسة والحكومة في الإقليم وصولا أيضا إلى النقطة التي تم التوافق عليها وهي منصب رئيس الجمهورية دور خارجي يسعى للاطلاع به بافل طالباني يتجسد بالتنسيق مع التحالف الدولي ليكون إشعارا دولية يعلن عن رأس جديد يمكن التفاهم معه بخصوص الملفات المعقدة في المثلث التركي العراقي الإيراني لجهة تبريد المشهد أو تسخينه وأن هناك من يمسك أيضا بخيوط اللعبة وأن بإمكانه أن يحدث فرقا من عنوان مقاتلة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي دخل حزب الاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني على خارطة الأحداث بحسابات مختلفة قد تعيد ترتيب أوراق البيت الكردي من جديد عبدالله بدران بغداد الميادين إلى سوريا حيث تتحرك القوات الأمريكية لإعادة تشكيل فصيل مسلح من العرب في الرقا ونشره قرب الحدود التركية في خطوة تهدف لطمأنة أنقرة وتعزيز الحضور الأمريكي مع إقامة قاعدتين عسكريتين في المحافظة محمد الخضر والتفاصيل تطرق واشنطن أبواب الرقا بعد رحيل زاد على ثلاث سنوات عشية الهجوم التركي ضمن عملية نبع السلام إحياء فصيل ثوار الرقا الذي حلته قصد عام 2018 وتوسيعه ليضم ثلاثة آلاف مسلح من المكون العربي بتمويل وتسليح أمريكيين مباشرين وإقامة قاعدتين الأولى في مقر الفرقة السبعة عشر والثانية داخل المدينة قرب جسر الرشيد توجه لا ينفصل عن نزع فتيل التهديدات التركية التطمينات التي تحاول إدارة الأمريكية أن تعطيها للإتراك بأنه إبعاد ما يسمى ضمن الرؤية التركية إبعاد قصد إلى 30 كيلومتر جنوب الحدود التركية وبالتالي ما يسمى سياسة إملاء الفراغ أن تقوم هذه التنظيمات والميليشيات كما تفضلت التي حلت سابقا بإملاء المنطقة ومنع الدولة السورية من إعادة السيطرة على هذه المناطق القرار الأمريكي يمهد لحضور عسكري أوسع ضمن قواعد أخلاها التحالف الدولي وتصل إلى جنوب عين العرب شمال شرق حلب تتجاوز الخطوة طمأنة الأتراك إلى تحقيق توازن مع نفوذ روسيا المتنامي في المنطقة ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي إعادة بلورة المخطط السوري بالكامل تجاه أن يكون هناك توازنات مع التواجد الروسي في سوريا وبالتالي أن لا يكون هناك تفاهمات تعمل عليها موسكو لجهة التقارب التركي السوري خطوة تقلق قيادة قصد التي لم تخفي شكواها من خذلان أمريكي متكرر فإحياء فصيل عشائري مسلح يهدد من دون شك حضور الوحدات الكردية في محافظة لحضور للكرد فيها السيناريو المطروح أبعد من طمأنة الأتراك ومنافسة الروسي شرق الفرات وإذا ما جرى ربطه بما يجري من تدريب وزيادة عدد المسلحين في محيط التنف يصبح من المؤكد وجود قرار أمريكي بالبقاء وأداء مهام جديدة تستنزف السوريين عسكريا واقتصادية محمد الخضر دمشق الميادين وفي نيويورك نقش مجلس الأمن الدولي الأوضاع المتردية في سوريا في جو من العجز عن إنجاز أو إحراز أي تقدم على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية نيزار عبد لم تكن هناك أنباء طيبة ينقلها المبعوثون الدوليون عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا في نهاية السنة بل توقعوا المزيد من المعاناة في العام الجديد والأسباب كثيرة يواجه السوريون أزمة إنسانية واقتصادية حادة سواء داخل مناطق سيطرة الحكومة أم خارجها بيدرسون دعا للعودة سريعا للتهديئة أما اهتمام الدول الغربية فتركز على تمديد نقل المساعدات عبر الحدود وحملت واشنطن روسيا مسؤولية تعطيل عمل اللجنة الدستورية يؤسفنا عدم تحقيق أي تقدم في اللجنة الدستورية نظرا إلى تعطيل عملها بمطالب اعتباطية قدمتها روسيا بسبب قضايا خارج السياق زعم استفز الجانب الروسي الذي عزت تعطيل إلى قيود التأشيرة السويسرية وذكر الأمريكيين بمن يعرقل الحلول في الشرق الأوسط إذا كان زملائنا الغربيون يقلقون من هذا التعطيل فعليهم أن يقلقوا من الجمود الطويل في العملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية بسبب تجميد واشنطن عمل اللجنة الرباعية فضلا عن أي مبادرات دولية أخرى وبدوره ندد مندوب سوريا بالاعتداءات الأجنبية على بلاده رافضا تمديد نقل المعونات عبر الحدود وأدان نهب التحالف الغربي للثروات وقطع المياه إن مواصلة قطع المياه عن السوريين من قبل النظام التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية تحت ذرائع مختلفة واستخدامه لها كسلاح حرب ضد المدنيين يستحق الإدانة والشجب باعتبار أن حرمان المواطنين من المياه هو جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني رغم عبارات الأسف التي تكررت على غالبية الألسل في هذا الاجتماع إلا أن الدول الغربية لا تتخلى عن سياسة التجويع التي تتبعها في حربها على سوريا وهو أسلوب يتناقض كليا مع روح القانون الدولي ونصوصه نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بصم صباغ أكد للميادين أنه من دون رفع العقوبات عن سوريا لا يمكن لجلسات مجلس الأمن أن تحقق شيئا واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعرقلة أي جهود لإنهاء الأزمة السورية ما لم يتحرك المجلس لمواجهة هذه التحديات والتهديدات التي تتعرض لها سوريا وفي مقدمتها مكفحة الإرهاب ووقف انتهاكات السيادة السورية إلى جانب رفع العقوبات أو التدابير القسرية المفروضة على سوريا فإنه لا يمكن أن نقول أن هناك أي شيء يمكن تحقيقه من هذه الجلسات الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا تعيق أي تقدم في أي مناقشة تتبع نهج منذ 2011 وحتى اليوم تتبع نهج معادي للدولة السورية ومعادي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا أو جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا هذا الأمر واضح وعقب مناقشة مجلس الأمن الدولي الأوضاع المتردية في سوريا أكد صباغ للميادين أن عمليات النهبة لثروات سوريا مستمرة عملات النهب عفوا واتهم النظام التركي بدعم الإرهاب في بلاد النظام التركي ما زال يتواجد بقواته بشكل غير شرعي نحن نقول أن النظام التركي ما زال يقطع المياه عن السوريين نحن نقول أن النظام التركي ما زال يدعم الإرهاب في سوريا هناك بعض الدول الغربية تدعي بوجود استثناءات إنسانية أنا أؤكد لك بأن هذه الاتعاءات هي مجرد كذب مصدوح لا يوجد أي استثناءات إنسانية اليوم أي مؤسسة سورية إذا كانت تريد الحصول على جهاز طبي لا تستطيع بسبب هذه التدابير ناهيك عن أعضايا وقطاعات أخرى كثيرة الجانب الآخر في المعاناة هو سهب نهب السروات إلى اليمن حيث قال رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام أن زيارة الوفد العماني المستمرة لليمن تأتي استكمالا للنقاشات حول السبل الكفيلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار كشرطين أساسيين للسلام وأشار إلى أن الوفد العماني جاء لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها مباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة ولفت إلى أن أي تقدم في الملف الإنساني المتمثل بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ سيفتح المجال للتقدم في ملفات أخرى مشددا على وجوب فصل الملف الإنساني عن الملف العسكري عادة الحرب لم تعد حصلنا في هدنة يجب فصل الملف الإنساني عن المسار العسكري نحن نسمع وعود هم يقولوا نحن مستعدين لصرف المرتبات للجميع مستعدين لإنهاء الحصار مستعدين لخروج القوات الأجنبية لا يوجد لدينا مشكلة حسب كلامهم لكن متى نبدأ ومن أن نبدأ نحن قدمنا مقترحات في هذا الإطار وهم نحن في صدد نقاشه مع القيادة إن شاء الله الدور العماني دور إيجابي دور مهم يحرص على أن يحقق السلام في اليمن باعتبار أن لهم مصلحة هم بلد مجاور لليمن يتأثرون سلبا أو إيجابا بما يجري الجانب العماني قدم الكثير من المواقف التي تثبت أنه داعم للملف الإنساني وداعم لعملية السلام في الشأن التونسي قال الأمين العام لاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي إن النسبة لإقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية هو موقف شعبي وليست استجابة لدعوات مكونات المعارضة مضيفا أن الدعاء البعض بأنها نتيجة استجابة الناخبين لدعواتهم مغالطة وأضف الطبوبي أن ضعف الإقبال على الانتخابات نتيجة منطقية بالنظر إلى واقع التونسيين الذي يعرفه الجميع وهو ما أكده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد أن التدني الكبير لنسبة المشاركة يعكس موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرسة حتى الآن أمرت وزارة الخارجية المكسيكية بعودة ديبلوماسي بابلو منروي إلى البلاد بعد أعلانه من قبل الحكومة البيروفية شخصا غير مرغوب فيه ووصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو أبرارد قرار الحكومة البيروفية بطرد سفير بلاده في ليما بأنه لا يستند إلى أي أساس ويستحق الشجب هذا وقد عاد السفير المكسيكي بالطائرة نفسها مع عائلة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو التي غادرت إلى المكسيك بعد منحها اللجوء هناك وكان وزير الخارجية البيروفي منح في وقت سابق زوجة كاستيو وأبنائها مرورا آمنا من مقر سفارة المكسيك في ليما إلى المطار مع اقتراب اختتام العام وحلول موسم الأعياد تعود الحياة السياحية لتنتعيش من جديد في لبنان حاملة بارقة أمل اقتصادية وسط الأزمات المتلاحقة حسن الرفاعي موسمان سياحيان ينتظرهما في العادة لبنان الأول خلال أشهر الصيف والثاني مع انتهاء العام بعد مرور الموسم الأول لعام 2022 بنجاح لم تخب أمال اللبنانيين مع اقتراب الموسم الثاني في دائما من 15-12 بلشنا نشهد ارتفاع كتير كبير بأعداد الركاب القادمين إلى لبنان أكيد من هلأ كمان لثلاث أربعة أيام اللي جايين رح يصير اللي كنا عم نشوفه 11500 رح يصير 12500 و13000 متوقعين من هون لآخر الشهر مجمل أعداد الركاب القادمين إلى لبنان رح يكون كتير قريبا من الرقم اللي شهدناه أعلى رقم كان بشهر 7-2022 اللي هو كان حوالي الأربعمائة ألف راكب ولإن كانت الطائرات تحمل المغتربين فإنها لا تخلو من السياح الأجانبي أيضا لبنان بعد سنتين من انقطاع كورونا والأزم الاقتصادية وغيره ورجع الخريطة السياحية وأثبت هشيب الصيفية نحن اليوم الحجوزات على عيد الميلاد هي بين الأربعين والخمسين بالمية على رأس السنة ثمانين بالمية ويمكن يكون أكتر من هكتوقعات لأنه لبناني والعربي بيحجوز آخر ديئة أنهت المطاعم والفنادق استعداداتها لموسم الأعياد وباتت جاهزة لاستقبال السياح السنة هي قتم ميحة لأنه فيه حجوزات ميح وبعدين منطرن هولي نحن من ماطرة وفيما بعض السياح والمغتربين ينتظر اللحظات الأخيرة للقدوم فأن البعض الآخر حضر من الآن عايش في فرنسا واجهت لأنا لمضي شوية أعياد هون لأن البلد كتير حلوة وتقصى حلو أنا من سوريا من حلب واللبنان قريبة علينا كتير وبلد سياحية وهواه حلو وحتى أسعار كتير مناسبة بلد حلو تقصى حلو أكل طيب وشعب لذيذ والسهر بجنن تعود أرقام الوافدين خلال الأعياد إلى الارتفاع حاملة معها نشاطا سياحيا تراجع مع انتهاء موسم الصيف ومعها تتحرك عجلة الاقتصاد بعدما عطلتها الأزمات والأوبئة حسان الرفاعي مطار بيروت الميادين ختام النشر اليوم اخترناه من البرازيل وأجواء الأعياد فقبل يومين من عيد الميلاد أخذ سانتا كلوز استراحة مائية قبل جولته حول العالم فسبح مع الأسماك وأسماك القرشة في أكواريوم ريو دي جينيرو في البرازيل وفي أجواء فرح وتسليا تمهيدا للأعياد المجيدة سبح سانتا كلوز في حوض أسماك يضم نحو ألفين سمكة ولمن يسأله يقول سانتا كلوز إن رؤية البريق في علون الأطفال هي بمثابة سحر عيد الميلاد المزيد من الأخبار والتقارير يكون لكم زيارة صفحات الميادين المشاهدين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وبذلك تكون النشرة قد انتهت للقاء